بشكل مباشر أسعد الله صباحي كتورة صباح الخير مجحم لإلك ولنسرين قبل شوي نعم إليك الكلمة شكرا شكرا جزيلا فعلا يعني أشكركم على الطلة الجميلة اللي يعني ترفع نسبة التفاؤل عند الإنسان ونسأل الله تعالى أنه يكون ويوفقنا جميعا على تقديم مجلة كلها تدعو إلى مزيد من الحيوية ومزيد من نبض الحياة فينا أيها الكرام أسعد الله أوقاتكم وصباحاتكم وأيامكم ونفسياتكم بكل أنماطها وبكل مستوياتها في المرة الماضية كنا قد تحدثنا عن موضوع التوبة وما زال الموضوع يعتمل في قلبي وفي ذهني وأود أن أشارك حضراتكم بعض معانيه التي لم تكف عن التجدد وعن الاعتمال الإيجابي عندي أود أن أشارك حضراتكم قصة حدثت معي قبل حوالي أسبوعين حدثت معي أنا شخصيا ولا أريد أن أقول أنها حدثت مع صديقتي أو معرفة لأنني أريد أن أشارك حضراتكم بعض المشاعر الدقيقة التي انتابتني وما زالت تجاه هذا الموقف كنت في سيارتي وكنت أتجه من جبل الحسين باتجاه دوار الداخلية وشرطية المرور أوقفت المسرب الذي أنا فيه بضع ثواني ربما أو دقيقتين من أجل تنظيم السير في هذه الأثناء وأنا في سيارتي نظرت وإذ بالسيارة في السيارة التي بجانبي شاب ثلاثيني يركب سيارة جيب عالية ودنيا شوي بترش رش مطر كانت فأنزل شباك السيارة قليلا وألقى بنوع قمامة يعني كأنه كان بعزل السيارة من بكتات دواء أو هيك شي فأول بكيت دواء نزل السيارة على قدر علبة البكيت الدواء وألقاه فأنا يعني شعرت بشعور سلبي ولكن لم أتصرف أي شيء ثم رفع شباك السيارة بعد ثواني نزل شباك السيارة مرة أخرى وألقى بكيت آخر وهكذا لغاية المرة الثالثة نزل بكيت شباك السيارة وألقى مزيد من القمامة عند إذن بسرعة زمرت له وعملت له حركة أنه يعني يعني إيش عم تعمل كرد فعله أنه نظر إلي هكذا أو نظر باتجاهي وليس إلي نظر باتجاهي أنه بتذمر فهمت بعد ذلك بأنه ليس تذمرا مني بل تذمر من نفسه وعلى السريع فتح باب السيارة ونزل ألم البكيتات اللي كان رماها ورجعهم عنده بالسيارة رد فعلي التلقائي أيضا مرة أخرى بإني زمرت له كمان مرة وشكرته أنا ما زلت أشعر بالفرح والسرور والسعادة لهذا الموقف وبحكي له إذا كان بيسمعني الآن صباح الخير عليه وين ما هو داير وجهه صباح الخير عليه وعلى كل إنسان خالي من العقد التي تجعله محشورا ومحصورا في منطقة الذنب وفي منطقة الخطأ خالي من العقد التي تمنعه من أن يعتذر ولو بأي نمط أنماط الاعتذار ليست القضية أن يقول آسف القضية هي أن ينسلخ من الذنب ومن الخطأ الذي ارتكبه ويعود مرة أخرى إلى المنطقة الصحيحة صورة حاكي قصته من يومها إلى الآن سبوعين يمكن أكثر من عشر مرات ما الذي أذهلني أو ما الذي جعلني أتأثر بهذه القصة الذي جعلني أتأثر هو أنه كان بإمكانه بكل سهولة أنه ينظر إلي أنه يدير وجهه عني ما يطلع فيه أصلا حتى لو أنا أشرت له بأنه أنت أخطأت يعني ممكن لا يعبأ بي كلي على بعضي وممكن أكثر من ذلك أنه يجحرني أو يسمعني كلمة أنه شو دخلك ولكنه لم يختر أي من هذه الخيارات الذي يفعله هو أنه على السريع شعر بذنبه طب أنا ليش فرحانة؟ هل الشارع شارعي أنا باسمي مكتوب حتى أفرح أنه هو يعني رجع نظف الشارع اللي يوسخه؟ والله هل قانون النظاف العام هذا قانون أنا شرعته هو قانون باسمي وأنا اخترعته وأنا اللي وضعته فاختراقه يؤذيني وعدم اختراقه يسعدني أنا ليش فرحانة؟ أنا فرحانة للمجرد كوني أنتمي لهذا الوطن وأنتمي لهذا المكان وأنتمي لهذا الشارع وإلي حق في هذا الشارع وإلي اهتمام بهذا الشارع كمواطن من المواطنين الكثر الذين يمتلكون هذا الشارع كملكية عامة وأنا أيضا شخص ملتزم بقوانين النظافة وقوانين خدمة هذا المكان الذي نعيش فيه لإني أقدر هذا القانون وبالتالي أحب أن يلتزم به الآخرون عندي فقط هذه هي نسبتي في هذه الأشياء ومع ذلك أنا فرحة ومسرورة بهذا السلوك من هذا الشخص بكل هذا القدر أحيانا أفكر في نفسي وأقول يعني كم مرة كان بجنبي شخص بسيارته ولم يلقي قمامة لماذا لم أكن مسرورة بهم يعني صرت كأني مسرورة بالذي ألقى القمامة ثم استرجعها أكثر من سروري بالذين لم يلقون القمامة أصلا فكرت أيضا في هذا فتحللته وتوصلت إلى أن هذا الذي فعل هذا الفعل قد دلل على أنه يحترم قانون النظافة العامة وعدم إذاء الآخرين والدليل أنه تواضع ووضع من نفسه واعتذر عمليا بأن كلف نفسه ونزل من سيارته وهي عالية يعني أقل سهولة من النزل من سيارة أخرى ونزل وتواضع ولقطهم عن الشارع ورجعهم على السيارة هذا دليل قطعي بأنه يحترم هذا القانون ويحترم عدم إذاء الآخرين وعدم إذاء الشارع هذا دليل قطعي بينما الآخرون الذين لم يرتكبوا هذا الأمر ليس بالضرورة أنه ربما باحتكاك بسيط معهم في هذا الموضوع ربما لا يثبتون على احترام هذا القانون قضية أخرى للتأمل الشديد والعظيم وهي ما تأدعتني لأن أطرح هذا الموضوع هذا اليوم إذا كنت أنا مواطن عادي هذه هي نسبتي في الشارع وهذه هي نسبتي في قانون النظافة العامة وفرحت كل هذا الفرح بهذا الشاب عندئذ عندما أحلل هذا الأمر وأفكر فيه أفهم فرحة الله سبحانه وتعالى بالإنسان الذي يذنب ثم يتوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله سبحانه وتعالى يفرح بعبده التائب فرحة أكبر من فرحة الإنسان الذي يشك على الهلاك ثم ينجو من هو هذا الإنسان؟ ترح مثالا صلى الله عليه وسلم للناس من واقعهم وهو إنسان نام في الصحراء وربط راحلته بجانبه ونام قليلا من قيض الصحراء وحرارتها بجانبه في ظل شجرة فاستيقظ فلم يجد الراحلة أفلتت نفسها وسرحت فأخذ يبحث عنها ويبحث عنها حتى تأكد وأيقن بأن هذه الراحلة قد ضاعت فوطن نفسه على أنه سيموت في هذا المكان لأن زاده وماءه وراحلته هي الطريقة الوحيدة لخروجه من الصحراء فتقبل ووطن نفسه بأنه لا محالة ميت فنام تحت شجرة ذاتها وقال أموت وأنا نائم أفضل من أن أموت وأنا ألهث وأنا أكل الثرى من العطش فاستيقظ مرة أخرى أيقظه الله فنظر وإذ الراحلة قد عادت إليه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذه رواها للنبي صلى الله عليه وسلم يدلل بها الله سبحانه وتعالى على أنه يفرح بعودة العبد المذنب عن ذنبه أكثر من فرحة هذا الرجل في هذا الموقف أنا الآن بعد أن تفكرت في القصة التي صارت معي فهمت كيف تكون فرحة الله سبحانه وتعالى بعبده التائب فالله سهل علينا موضوع التوبة هذا سهله علينا بأن الله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار الله يريد أن يتوب علينا يريد أن يخفف علينا وهذا وارد في القرآن الكريم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الله أن يخفف عنكم والله يعلم بأن الإنسان ضعيف ما الذي يغضب الله وما الذي يجعله لا يتوب علينا إصرارنا على الذنب وأن نخطط بأننا بمجرد أن وأن نخطط بأننا سوف نرتكب هذا الذنب وأن ندوم عليه وأن لا نخرج منه نخطط لذلك تخطيطا أو نسترخي استرخاء يقارب وكأننا خططنا لأن يدوم هذا الذنب في حياتنا إذا خطط الإنسان وبذل جهده من أجل أن يخرج من الذنب أحيانا يكون هم الإنسان في أن يريد أن يخرج من الذنب يعني أنا بعرف عقليا بأنه يجب أن أخرج من الذنب ولكن مشكلتي نفسيتي لا تريد أن تخرج من الذنب يعني أنا لا أرغب يعني أنا أوافق وأقبل عقليا أنني يجب أن أخرج من هذا الذنب ولكن من الداخل أنا متمسك وأحبه أحب هذا الذنب أحيانا يمكن أن أتوضأ وأجلس بين يدي الله وأصلي ركعتين وأجلس بين يدي الله يا رب رغبني في الإقلاع عن هذا الذنب يا رب رغبني في القيام بهذا الواجب يا رب خليني أشعر بأهمية الواجب الفلاني يا رب خليني أشعر بقبح الذنب الفلاني حتى هذا يحتاج إلى دعاء ومع مداومة هذا الدعاء يصل الإنسان إلى مرحلة أن يكره الذنب وأن يشعر بقيمة الواجب الذي عليه أن يفعله فيقترب من المنطقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى كل هذه الحلقة وكل هذا الكلام مداره هو أن إذا أذنبت أن لا أقف وراء عقدة التكبر والعنجهية وعدم التواضع اللهم إنا نسألك أن ترزقنا التخلية من العقد وأن ترزقنا القدرة على أن نعيش حياة تضج بالحيوية ولا توقفها أي عقدة لأن أقيم وأقدس وأجمل ما وهبتنا إياه هو نعمة الحياة فنسألك يا رب أن تعيننا على أن نعبدك بمزيد من الحيوية بشكل الحلال الذي تحبه وترضاه صباح الخير إليك مجح